مجلس النواب مجلس النواب سعادتنا بداية أن نرحب بك وهل لك أن تحدثنا أكثر عن هذا المؤتمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية لابد أن أشكر وزارة الإعلام على جهودها المستمرة في تغطية فعليات أعضاء السلطة التشريعية سواء كانت داخلية أو خارجية لكم جزيرة الشكر وعظيم الإمتناء هذا المؤتمر يضم تغريبا نخبة متميزة من البرلمانيين بمشاركة 37 دولة يطلعون دائما في هذا المؤتمر لهدف واحد وهو التنمية المستدامة طبعا التنمية المستدامة تأتي هذا التواجه خاصة في هذا المؤتمر ما بعد ما شهده العالم من جائحة كوفيد 19 والتي تعرضت في كثير من الدول شبه شلل اقتصادي أو جزئي أو كلي في كثير من الدول ولكن بهذا المؤتمر وتركيز على الرأي المستدامة يتطلعون دائما لتجاوز هذه الأزمة التي تعرضت لها كثير من الدول وهنا يأتي دول التنمية المستدامة طبعا هي السبيل الأنجح والأكثر تأثير لضمان الحياة الكريمة سواء كانت على الفرد أو على الأسر ولنا في البحرين طبعا تجربة حضرية متميزة في المجال التنموي مع انتراق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة رب يحفظه ويخلي لنا وتجشين الرأي الاقتصادية عشرين ثلاثين اللي كرست مبادئ الاستدامة والتنفسية وإن شاء الله متفاعلين خير بأننا بنتجاوز هذه الأزمة ونحقق رأية عشرين ثلاثين بقيادة جلالة الملك ولي عهد بإذن الله طبعا أحب أذكر أيضا أن هذا المؤتمر القادم رح يكون للشبكة البرلمانية في مملكة البحرين في عشرين ثلاثة وعشرين تحديدا في مارس أيضا بمشاركة تقريبا سبع وثلاثين لأربعين دولة طبعا مؤتمر باكو مؤتمر جدا مهم في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة إذن من باكو سعادتنا بحمد الكوهجي عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر